موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم مشاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق وبإمكان حضراتكم مشاهدين أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم أو من خلال الرقم المخصص للواتس أب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة نبدأ مشاهدين الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي في قرار نهائي وغير قابل للاستئناف ومن المتوقع أن تكون له تبعات سياسية أعلنت المحكمة الاتحادية العليا في العراق وهي أعلى هيئة قضائية أعلنت اليوم إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وأعلنت المحكمة إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب الحلبوسي في المجلس بناء على دعوة قضائية نظرتها المحكمة وأيضا أشار الإعلان إلى أن القرار اتخذ بناء على دعوة قضائية ضد الحلبوسي هذا العام دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل طبعا كان محمد الحلبوسي يقضي فترة ولايته الثانية رئيسا للبرلمان وهو المنصب الذي تولاه في عام 2018 أما المحامي للنائب السابق ليث الدليمي والذي تقدم بالدعوة القضائية ضد محمد الحلبوسي وأبطلت المحكمة عضويته كذلك قال هذا المحامي إنه وفقا لقرار المحكمة فقد انتهت اليوم عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وتم طرده من البرلمان دعونا نشاهد أولا عدم صحة الأمر النيابي المرقم واحد على تسعة على خمسة الصادر عن الأمانة العامة لمجلس النواب بتاريخ 15-1-23 المتضمن إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليم بناء على استقالته والأمر النيابي المرقم 136 الصادر بتاريخ 4-5-23 المتضمن على التصوير الأمر النياب المرقم 1-9-5 في 15-1-23 بقبول استقالة النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من 7-5-22 بدلا من 15-1-23 ثانيا إنهاء عضوية النائب ليث مصطفى حمود الدليمي اعتبارا من تأريس صدور هذا الحكم في 14-1-23 ثالثا إنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد ريكان الحلبوسي اعتبارا من تأريس صدور الحكم في 14-1-23 نكمل مشاهدين الكرام مع نفس الموضوع لم يكن مصير الحلبوسي غريبا على المتابع للشأن العراقي إذ حصل هذا الأمر مرارا وتكرارا في السابق مع شخصيات معروفة كما حدث مع رافع الايساوي سليم الجبوري وغيرهم من قبل بعض الشخصيات ومن قبل بعض الأحزاب بعد أن تخلى عنهم شركاؤهم بالحكم عقب الاستغناء عن خدماتهم كما يقولوا عراقيون طبعا بدوره قال رئيس البرلمان المعزول محمد الحلبوسي في أول تعليق له على القرار في مقطع مصور أصدره مكتبه قال إن قرار المحكمة بإنهاء فترة ولايته غريب وإنه سيقوم بطلب توضيحات بشأن ذلك لنشاهد خمس سنوات وأنا أعمل أكثر من خمس سنوات وأنا أعمل كريس لمجلس النواب وحرصت من اللحظة الأولى إلى دخول إلى مجلس النواب أن نعالج المشاكل التي تعرض لها البلد بلد تعرض إلى مشاكل طائفية مشاكل قومية مشاكل أمنية مشاكل إرهابية مشاكل خدمية وسعيته جميعا أن تضعون في نصابها الصحيح وتضعون الأمور في الخطوات التي تنعكس إيجاباً على الشعب للأسف أكم أن يسعى إلى عدم استقرار البلد وأن يسعى إلى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع وتفتيت المكونات الاجتماعية يمكن ورد إلى مسامعكم كما وردني قرار صادر من المحكمة الاتحادية قرار غريب قرار سيتم أيضاً إضاحة تفاصيل أو أموره بعد ما نطلع عليه بشكل كامل سيدنا الكرام دعونا أن نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع أي من يقول التاريخ لا يرحم من أنتم وماذا قدمتم المناطقكم من الأخير ماكو واحد خايف على البلد مصالحكم فوق كل شيء هذا يقول هذه الخطوة تتبعها خطوات أخرى كثيرة وأمور سياسية أكثر كان الله في عون العراق دائماً وأبداً خالد يقول كلهم عصابات راحوا لو إجوا من الآخر كلهم اتهمهم مصلحتهم ومصلحة إيران بعيدين عن الوطن أو بعيداً عن الوطن علي المحمد يقول لا تقول المحكمة الاتحادية تفجر قنبلة سياسية بل قل نفذت المحكمة الاتحادية أوردر بتفجير قنبلة سياسية ولا تسأل عن صاحب الأوردر فالجميع يعرفه طيب خلونا مشاهدين الكرام نستمع لآراء متصلين الكرام بشأن هذا الموضوع ويانا السيدة أبو علي من لندن تفضلي أبو علي السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته طبعاً ساذي محمد هذا القرار من العام الماضي طبعاً قالت نعم نعم بس هو تعرف بناتهم صفقات فأجل هذا القرار لهذا اليوم هو من العام الماضي وبعدين يقول أنا حققت وحققت يا هل يطلع يقول أنا حققت وشويت إنت ش حققت عمي شويت إنت ما حققت إلا هاي نسوانك الثانين الوحدة قمت توزع لها قصور توزع لها شريفات طلعنا طلعنا من هالجزئي يا أبو علي أنا ما حب أتكلم بهالأمور رجاء طلعنا خلينا خلينا بإنجازاته عراض ونسوان هالأمور رجاء صفر 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 ماكو إنجازات صفر سراء سراء شنو من هالجزئي يلا طلعنا شنو من هالجزئي وهي هذا السؤال بس يعني بجانب هذا الموضوع أكو نقطة هو طبعا ذكرها بالحديثة قال بأنه يعني أشار إلى أنه هذا القرار قرار مسيس وأن هناك ربما ضغوطات مورسة على المحكمة لإصداره وإن كان وإن كان ما يحدث يدخل ضمن الصراعات السياسية لكن محمد الحلبوسي صدق بهاي النقطة اللي تتعلق بالسيطرة من قبل المسؤولين المتنفذين في الدولة على القضاء في العراق يعني هل يستغرب إصدار هذه المحاكم هكذا قرارات تدخل ضمن الصراعات السياسية طالما كانت هي محاكم مسيسة يتم التحكم بها عن طريق باقي الأحزاب أكيد أكيد هو قرار مسيس واتفاقات بين ميليشيات وبين الكتل يعني ماكو قرار من المحكمة يجي إلا ما عمي إلا ما أمر من إيران هش كده أقول لك أمر من إيران نعم قرار مسيس طبعا ولهما ما معلاقة لا بالشعب ولا بالعراق ولا معلاقة بأمور العراق هاي بيناتهم أكيد اختلفوا بمشروع ما نعم وشال لوني إن شاء الله يوم للميليشيات ويوم للحشيد ويوم ونخلص منهم هذا البلاء اللي أنزل علينا نخلص منهم واحد واحد إن شاء الله شكرا جزيلا سيد أبو علي من لندن نسمع رأي سيد أبو علي من واسط فضل يا أبو علي حياك الله السلام عليكم سيد الكريم وعليكم السلام حضرتكم وسهلا خير لجمهور الرافدين ما حدثنا سنتكلم سياسيا بهذا الأمر الحلبوسي الإطار العرابي يتخلص من عنده بعد استقاطة التيار الصدري وعن طريق يشكل ما يسمى بالمكون السني بإبرلمان لكن ما قدر أكو قانون إيراني موجود من 2003 أنه أي ما يسمى بين قوسين زعيم سني لا يستمر أكثر من ثمان سنوات وشوفها على مدى طارق الحاشمي أثير النجيفي هما كلهم طبعا يصيرون واساء مجلس النواب بعد موافقة إيران وأمريكا وتركي طاقة الحاشمي ما لا علاقة بمجلس النواب أثير النجيفي نعم رئيس الجمهورية كان إلى شعبية بالمكون السني خلي كلهم صراحة سيد الكريم فلذلك أهم سمحول قال أنت عليك أنغام للقاء قبل فاطير وإحنا رح نصد الأوامر قبض عليك لا نرجع هواي بالتاريخ خلينا نصل إلى نقطة أريد أن نناقشها متى سيتعلم من يحسبون أنفسهم على المكون السني من يدعون تمثيل السنة في العراق متى سيتعلمون أنهم مجرد ورقة أو مجرد قلم متى سينتهي استخدامه سيرمى في سلة المهملات الشوكت رح يتعلمون أنهم دور إذا ملتزموا بي راح يحالون على التقاعد كما حدث مع كثير من السياسيين الآخرين أو تلفق لهم تهم أو يدخلون للمعتقل أو يلاحقون يعني ما رح يتعلمون أن هذه الأحزاب الموجودة ضمن ما يعرف بالإطار التنسيقي من المفترض أن تقاطع هذه عملية سياسية المسيطرة عليها حزب إيران تحالف إيران شوكت رح يتعلمون أن هم الحلقة الأضعف في هذا التشكيل السياسي ما هو للأسف أخي الكريم يعني شوكت ما هم التحدى يوجد إتحاد موجود يعني الآن عندك البيت الشيع الموجود قسمين الإطار التنسيقي والميليشيات والتيار الصدري لكن شوكت ما حس هذا المكون إنه مستهدف رح يلتمون مع بعض إن إيران تجمحهم للأسف أختلف بنقطة أختلف بنقطة صدر صراع الأحزاب التي تحسب على المكون الشيعي وأنا ما أحب هذه التوصيفات لأنها خلنا نسميها الإطار التنسيقي والتيار الصدري هؤلاء لا يهمهم مصلحة أبناء الوسط والجنوب بقدر ما تهمهم وتعنيهم مصلحة أحزابهم وشخصهم يعني مو معنى هذا إذا شعروا إن هناك تهديد على الشيعة في العراق رح يتوحدون لا لا مو أقصد لا 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 تهديد على مكانتهم بوزارات أقصد والدليل والدليل أنه 2010 لمن التيار الصدري عنده موقف دولة القانون من فهذا أياد علاوي مع القائمة العراقية التحدى والمالك هو صاحب رئيس وزراء فإذاك أنا أشوف إحنا من نقول عن مكون وغيرها إحنا ما نقصد الشعب إحنا هذه الطبقة سياسية مفروضين بالقوة بقوة إيران وقوة أمريكا للأسف على الشعب ما يسمى بالمكون سؤال الأخير الحضرتك أبو علي واريد باختصار برأيك من البديل اللي ممكن يأتي بديل عن الحلبوسي يعني من هي الشخصيات الآن متاحة اللي ممكن تخدم العراقيين وما تكون ذات ولاء وذات انتماء ومتحزبة وتهمها المصلحة الفئوية وليست المصلحة العامة هذا لو واحد يحب العراق ويحب المواطن ويريد يشتغل المواطن ما يوصل للمجلس ولا راح يأخذ منصب لأن أساس المناصب توزع لكل من يريد منفع شخصية ولا يخدم العراق فلذلك مثل سؤالك القبل أنه السنة الشوكية تتوحدون لأن ما كواحد هم المواطن والوطن كل من هم مصلحته لا أكثر ولا أقل هنا التقاسم ومصالح مو تقاسم من أجل خدمة شعب لا أكثر ولا أقل فلا يوجد شكرا جزيلا سيد أبو علي من واسط ويانا سيد باسم من النجف فضل يا باسم السيد باسم من النجف فقدنا الاتصال للأسف فقدنا الاتصال ويا سيد باسم من النجف أرجو مني يعود الاتصال مرة ثانية نكمل المشاهدين الكرام مع موضوع آخر يرتبط إلى حد ما بالموضوع الأول ويدخل أيضا ضمن خانة الانتخابات أو طبعا هو يعني في الانتخابات لكن سنتحدث فيه عن الربض الشعبي للعملية السياسية برمتها وما تنتج هذه العملية من انتخابات وغيرها أفادت مصادر محلية باتساع ظاهرة تمزيق اللافتات والملصقات الخاصة بالدعاية الانتخابية للكتل والأحزاب المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات وأيضا هناك حملة دعائيا طلقت مطلع شهر الجاري لهذه الانتخابات معها سجلت حالات عديدة لتمزيق صور المرشحين كنوع من الرفض الشعبي لهذه الانتخابات وما ستسفر عنه من وجوه يجري إعادة تدويرها لمصلحة الأحزاب الفاسدة طبعا تفتقر معظم الأحزاب المشاركة في الانتخابات المرتقبة إلى مشروع سياسي استراتيجيا واضح أو إصلاحي طويل الأمد مع غياب البرنامج الانتخابي للأحزاب المترشحة في وقت تكتفي فيه هذه الأحزاب بنشر الصور فقط ففي محافظة النجف أظهرت صور قيام شباب بتمزيق صور المرشحين في خطوة تدلل على حجم الرفض الشعبي للانتخابات ونتائجها لنشاهد مرون مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام أعلن القضاء في العراق في وقت سابق تحركه لمحاسبة وملاحقة الأشخاص الذين يقومون بتمزيق صور الدعاية الانتخابية وسط انتقادات شعبية من ترك السلطات القضائية ملفات المغيبين والتهجير والقتل الطائفي وسرقة المال العام والفساد الإداري والانشغال بملاحقة ممزقي صور الدعايات الانتخابية طبعا لم يكتفي القضاء وحده بالتهديد والوعيد إذ تداول عراقيون تسجيلا صوتيا من مراجع عسكرية عليا في قيادة عمليات بغداد تضمن هذه المقاطع توجيهات أو تضمن هذا المقطع توجيهات بملاحقة من يمزق صور الدعاية الانتخابية وحملت أمري القواطع والضباط المسؤولية الكاملة عن كل تمزيق يحدث ضمن قاطع مسؤولياتهم في محاولة للحد من هذه الظاهرة التي تعبر عن الرفض الشعبي للانتخابات لنشاهد أو نستمع رقم المشيس 1898 بقارنة 13 تشهير الضالي لورق العلمات عدران تفيد قرام جامع باستطمول درادات ودقاتك وستطيعات في تمزيق واجهات صور المرش للجمهور قرداد ودكال عدراني جميلات نسب الشيء يبقى العمليات بغداد محترم يمع نعمل ربطة تمزيق الصور وكذلك عفار طبعا نستمر مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام لجأ المقربون من المرشحين في بعض المحافظات العراقية إلى حماية صور مرشحهم بعد أن طالت يد الغضب الشعبي جميع الصور ومزقتها في دلالة على حجم النقمة تجاه الطبق السياسي الحاكمة ووصل بأحد المرشحين في منطقة الشعلة في بغداد أن يوجه أفراد حمايته أو بعض من عناصر تابعة له بإطلاق النار والرصاص الحي على شباب حاولوا تمزيق لوحاته الانتخابية في مشهد آخر يبين حجم استقتال السياسيين في خوض هذه الانتخابات بعيدا عن تطلعات العراقيين لنشاهد نستعرض مشاهدين الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع صالح يقول كل ما بالبلد هو فاشل والقادم أسوأ وإلى الله المشتكى حسام يقول عصابات يقتلون كل من يتقرب المصالحهم هل عملاء عمار يقول ذول من هسة على موت صور الصنم مالتهم يرمون لعد من يسترمون السلطة شي سوون واجواني يقول أو تقول متعلمين على القمع وقتل الشعب مو جديدة مشاهدينا نستمع لرأي السيد عبد الله من الموصل تفضل يا عبد الله عبد الله حياك الله عبد الله عبد الله عبد الله ما موجود طيب باسم من النجف يعود الاتصال سيد باسم تفضل أهل أهل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته تحية لكم الكاثر المحترم حياك الله أهلا وسهلا طبعا اليوم قرار المحكمة قرار جريء وهذا يدل على أنه المحكمة العليا قادرة على أي شخصية كانت سياسية بالبلد نعم نعم والسيد الحلبوس يقول أنا قدمي تقدمي أنا وشنو يقدمها هو الحكام هاي الموجودة الحكام الموجودين نعم والأحزاب هاي الحاكمة كل من يشتغل على أجناتها اللي هو يريدها أحزابهم الفائدة لأحزابهم فقط نعم يعني برأيك محد من ذول الموجودين في العملية السياسية قدموا أي شيء للشعب العراقي لا لا ما قدموا شيء يقدموا المصالحهم الشخصية فقط نعم عندي سؤال سيد باسم فقط مصالحهم الشخصية نعم هل يختلف أحد في العراق على فكرة أو على مبدأ أنه كل الأحزاب الموجودة في العملية السياسية متورطة بسرقة وتدمير البلد نعم سيدك كريم يعني احنا أصفت شيء هاي يعني قضية نور زغير نعم اللي ثلاث مليارات دولار وكسور شين اللي يصار عليها طلعوا براءة ورجعوا للممتلكاته وأموره تمام وين صارت القضية انتهت القضية القضية انحلت رجعوا لفكوا الحجز على ممتلكاته وأطلقوا سراحة ليش هي هذا اليقود هذا اليقود لأن هاي بها رؤوس حيثان كبار بها هما منعدهم ممتاز ممتاز هاي هاي النقطة اللي يريد وصلها هي حيثان منعدهم سياسيين مردودين اللي هما مشتركين بالعملية مع نور زهير نعم سيد باسم أكو نقطة هنا أنا أريد أتطرق لها مدام حضرتك وصلت إلى مربط الفرس المحكمة الاتحادية العليا اتخذت قرار أنت قلت في البداية قرار جريء لكن هو القرار يعني حقيقة هذا ظاهري بقدر ما هو إملاءات وتوجيهات سياسية وهذا واضح والدليل ما تفضلت قضية نور زهير هي قضية صغيرة وسرقة صغيرة يسموها سرقة القرن هي حقيقة لا شيء من السرقات اللي حصلت في العراق لا شيء من الموازنات الانفجارية نعم اشعجب طلع نور زهير مثل الشعر من العجين اشعجب نوري المالكي لم يحاسب على سرقة ثروات العراق وعلى قتل أبناء الشعب العراقي وعلى إدخال داعش إلى العراق اشعجب الميليشيات وزعمائهم الموجودين بالحكومة مدى يتحاسبون فالسؤال الأهم هنا هل فعلا المحكمة الاتحادية مستقلة وتتخذ قرارات جريئة أم هي منظر بس وليجيها أوردر على قولة أحد المعلقين الأوردر تنفذه نعم سيد الشريم يعني المحكمة الاتحادية العليا يعني أدهى بعض القرارات صائبة احنا ما نقدر يعني نطعن مئة بالمئة والميليشيات اللي يتفضل بهاته طبعا هي مو كل البشتركين هما بالعملية السياسية هما صرارات احنا ما نظلم عن حظ موبقتنا يعني بس القلة القليلة الموجودة هما اللي يشتغلون من صالح الوطن القلة وقليلة لا أكو فرق هنا أنا ما نقول القلة القليلة من أمه يعني أشخاص على عدد الأصابع من أمه قريبا ثلاثمية وستين نائب يعني أداء عجلة في جوز عشرين نائب سيد باسم وأداء عجلة على السياسيين الموجودين اللي حكموا البلد ما ديهم شخصاً اللي هو خدم البلد نهائياً أنا بس أريد أسأل سؤال أخير سؤال أخير نقطع به هذا الجدل اللي ديوثار بشأن وجود شخصيات نزيهة في الحكومة هل هناك وطني شريف نزيه نظيف قادر على العمل بحرية وباستقلال في هاي العملية السياسية اللي مبنية على المحاصصة وعلى الطائفية ومبنية على فرض قوة صاحب السلاح على الضعيف ومبنية على فكرة مثل ما قال هادي العامري السيطرة التامة على القضاء هل يمكن لوطني نزيه شريف أنه يتواجد ضمن هاي العملية السياسية ويقدر يخدم الناس لا 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 ما يقدر ما يقدر تمام أنا أشكرك أشكرك سيد باسم شكراً جزيلاً أن كنتم أنا من النجف النزيه الوطني الشريف ما يحط إيده بيد حرامية وما يحط إيده بيد مجموعة من القتل للأصوص الفاسدين النزيه الوطني الشريف يقاطع حال عملية السياسية لأنه لا مكان له فيها مو بإرادته هم ما يريدون أحد وطني شريف يكون موجود خلونا نسمع رأي السيد عبد الله من الموصل تفضل فقدنا الاتصال ويا السيد عبد الله من الموصل طيب نكمل المشاهدين الكرام ما لدينا من مواضيع في هذه الحلقة ننتقل إلى موضوع آخر تتناقل وسائل الإعلام في العراق تقارير كثيرة عن تعرض معلمي المدارس والمدرسين في مناطق مختلفة من العراق لاعتداءات من التلاميذ بسبب رسوبهم أو تلقيهم عقوبات إدارية أو منعهم من الغش في الامتحانات وحتى بسبب استيائهم من التعليم ما يؤكد عدم إظهارهم أي احترام وتقدير للمعلمين لأن هذه الظاهرة باتت بحكم المعتاد في ظل انخراط جهات أخرى في عمليات استهداف المعلمين والتعليم بشكل عام في العراق ففي قضاء عفك بمحافظة القادسية أقدمت مجموعة مسلحة على إغلاق الطريق المؤدي إلى مدرسة الطائف بالسواتر الترابية ومنع أساتذة المدرسة وتلاميذها من الدخول إليها بذريعة أن أصحاب الأرض التي شيدت عليها المدرسة منذ الثمانينيات يطالبون بالتعويضات وطلب مدير المدرسة وأعضاء من نقابة المعلمين قيادة شرطة القادسية بالتدخل لحماية الأساتذة والتلاميذ من سطوة هذه الميليشيات لنشاهد بدعوة من قبل نخابة المعلمين قضاء عفك اليوم حضرنا فرع ديوانية بالتوجيه من طيب المعلمين بحالة ما نعرف ماذا نسميها وهو قطعة طريق بمادة التراب والشفل ومنع التلاميذ والكلادر في دوام كون هذه المدرسة تابعة لأحد أملاك مالكين هذه الأرض في خرية كوشان قضاء عفك فنطلب من السيد المدير العام والجهات الأمنية وكم اتصال بالجهات الأمنية من قبل منقبلنا كنفابة معلمين في الأمن الوطني ومدرية الشرطة وأيضا نطالب بحماية كوادرنا هذه الحالة مو صحيحة هذه الحالة بداية دوام وبداية أسبوع اليوم الأحد لنعي التلاميذ والكوادر من دخول بحجة عدم وجود ملكية لهذه المدرسة هذه المدرسة تعود إلى 1987 سأل عديد مرون مع هذا الموضوع مشاهدين الكرام تتعدد الاعتداءات ضد المدرسين ولا تنحصر بالميليشيات والمجاميع المسلحة فحسب إذ يشمل الأمر أيضا القوات الحكومية التي من المفترض أن توفر الحماية لشعبها إذ أكد مجموعة من التدريسيين التربويين تعرضهم لاعتداء وإطلاق نار بالرصاص الحي من قبل القوات الحكومية عند عودتهم من قضاء عين التمر إلى محافظة كربلاء وتحديدا عند سيطرة الطار وأكد المدرسون ممن نقلوا إلى قضاء عين تمر حديثا أكدوا ملاحقتهم من قبل عناصر مجهولة تستقل عجلة مدنية ضايقت حافلات المعلمين أو المدرسين ما أدى إلى إجبار يحدى الحافلات على الوقوف المفاجئ دعونا نتابع كيف تتعامل القوات الحكومية عند سيطرة الطار مع المعلم مع مربي الأجيال يا يومه يا يومه يا يومه ترفع سلاحا على المعلم بترفع اصلاحا على المعلم ايه التبالي ترفعوا اصلاحا على المعلم والتنجوبك بواجه لنتشير اصلاحا على المعلم قولك لا لأ يا ألال يا ألال يا ألال يا ألال هيا هاي سباعياتكم اتروحونا على المعلم هيا صور صورنا نطلع عليكم هما انتم حمايك الشعر والله اليوم ان نفضحكم مشاهدين الكرام نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذين المقطعين لدينا وليد يقول مناظر مخجلة مع الاسف يفترض محاسبة المذنب بشدة وبدون مجاملة لا لأحد احمد يقول والله جريمة يجي واحد ممخلص ابتدائية يرفع سلاحة بوجه معلم شهاد تبطولة وخرج اجيال يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة ومحاسبة هذا الجندي المستهتر هاي اذا صدق عدنا دولة تعليق من رزاق يقول الذي يطلق الرصاص على المعلمين انسان همجي وجاهل غير متعلم محمد يقول على شن ترمي على أبناء بلدك ويجب على السيد وزير الدفاع فاصلة ومحاسبة مشاهدين الكرام نستمع لرأي السيد أبو عبدالله من صلاح الدين فضل يا أبو عبدالله السلام عليكم السادة الحمد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته السادة العزيز هذا ما رح يكتبه هادي الكرام لان ايش نماضي قمح المظاهرات قمح المدنيين قمح المدنيين قمح المدنيين هل يمن يفتلوه هل يفتلوه هل يفتلوه حد نجدوه هذا حد هاد عدم حد تابسينها مضي بعد هده يقوله وزارة الدفاع أو وزارة الداخلية حد نماضي حد تابسين هاد هم يتضعوهم هنش قناه زبتها ما اخو نحصلها ما تنطاقين من طبال كل هل هو عبدالله هل يعقل بأن يتصرف هذا المنتسب أو هذا الضابط من دماغه من وحي خياله بإرادته الشخصية لو بكامل إرادته لو هو لنشايف أنه يكون نماذج ويكون حرية بهذا التصرف وانتهاج هذا السلوك يعني لو ما يعرف أو مؤمن على نفسه أنه ماكو محاسبة وأنه حر بإطلاق الرصاص وقت ما يشاء وكيف ما يشاء ما كان هذا الشخص وغيره هذا المنتسب أو هذا الضابط وغيره شفناهم رفعوا سلاحهم بوجه المواطن اللي هما من المفترض يحموه مو يتجاوزون عليه ويهددون حياته لا تستغرب لا تستغرب يعني هو سؤال حقيقة هو ليش يكون ناس تستغرب من القيادات الأمنية والعسكرية الموجودة في العراق إذا كان واحدهم على كتفة نسر وماذا كم نجموا ياه أيبوس إيد زعيم ميليشيا وإذا كان الثاني اللي يقول إحنا نحمي النظام السياسي في العراق كان قائد قوات العسكرية يعني النقطة أنه إذا كانت الرتب العليا إذا كانت القيادات العليا في الجيش والشرطة تمجد بزعماء ميليشيات ويقول لك إحنا نحمي النظام السياسي في العراق فليش يكون ناس تستغرب أن ننتقد الأجهزة الأمنية يقول لك لا ليش تنتقدهم ذو الحماة الوطن يا بامو هاي تصرفاتهم طيب إحنا يعني شلون يعني لم أمنين على حياتنا بوجودهم ولا هم دي يحافظون على النظام في العراق ضد الطبقة السياسية لا هم مواكفين وإي الحكومة هم نعم لكن tych لكن أخبرنا إلى المتحدث والاهم ضد الطبقة السياسية عندما فهي أطفأت من万زل النطلب نعم Enfin tolerant كلية أطفأو ليس كنا الخرجة أبطال وخرجة مئة وب شكرا أبو عبدالله من صلاح الدين أشكرك للمشاركة ويانا السيدة أبو علي من الديوانية تفضل السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حبيب هؤلاء اللي قطعون الطريق على الكادر الدراسي بحثت لأن هم الطلابين مين والتادرين مين هم منها لعفق هم من هذا المقطع كان بكربلا لا الماقبلة الماقبلة نعم الميليشيات تقطع الطريق نعم على المدرسين في قضاء عفق نعم حبيب تهي اللي تستغل على الدوانية حشار تستغل على الدوانية وحزار مهم تستغل على الدولة كل شغلة بالدوانية نعم سوف تلاجع مشاريع بالدوانية كلما الحزيبيني الحصتها والعشائر في الحصتها مهم وين القانون وين القانون وين القانون وقبل الراق قاعديني يعني بس عندي سؤال ابو علي ليش تستغرب هاي الأحزاب وقيادات هاي الأحزاب أنه الناس تشكشك صوارهم بالشوارع تمزق هذه الصور تشيلها ذبها بسلات المهملات بالنفايات يحرقوها ليش يستغربون إذا هم شم موفرين للعراق حتى المواطن يحبهم ويقدس هذه الصور اللي موجودة في الشارع ويحافظ عليها من التمزيق حبيبي القبل قال قال مو كلهم 360 نائب هم كلهم حرامية أقبهم بالعشرين إذا بالعشرين فمن الجنوب تقريب حوالي 5-6 فأنا لا بالله عليك من عليك أحلى الحالة من الجنوب وراعى مصالح الجنوب من هو بله خليبتنياه يعني قلت أقرمز يعني ساعة الثمانة فضائية وكل الفضائية للشوف يا رمز أو يا نائب اللي فات أين الجنوب الله وكي لك ترابدون أنا أغلبيتها تحت الصفر من فوق الصفر يعني الفقير اللي قاعد بالتجاوز يعني ما يملك وطن ما يحس ببطن لأنه هو قاعد بالتجاوز وإحلي الضرائب ما تخلط بنفسه يحس ببطن والله ما يعني ما يحس ببطن ولا أحسن يعني حجي وطن أنا أبو علي أنا أشكرك وأعتذر منك لأن الوقت شرف على الانتهاء السيد عبدالله من الموصل يعود الاتصال عجبا موجود عبدالله تفضل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام محمد أخي العزيز لا يوجد قانون بالعراق ببطاة ما يجرى في العراق يعني هسا أنت تقول معلمين تعال شوف الجامعات السلام كبير بالعمر عمر أقصر من ستين سنة يجي يحكم شرطي بسيط ما يقدر يتنفس ما يقدر يتكلم أمامه من شرطي نعم بينما كان في عقابة 2003 منه كان يقدر يدنس أو يطلب حرام الجامع هنا ماذا أمور وكل الاعتقدين والاحترام أصبحنا في غابة مالوحوش والسبب سببه لأنه نحن نعطى صمامه من الأبل الانتخابات أنا بس عندي نقطة أختلف بها بقوية حضرتك بجزئية أنه قبل 2003 كان مفوض الأمن وضابط الأمن والمنتسب للحزب ترى كان هم يهدد وكان هم يخوف وكان هم يرهب المعلم ويرهب المدرس ويرهب الأستاذ الجامعي وراء 2003 السؤال وراء 2003 وإنتوا يجيتوا يا الأحزاب حتى تخلصون العراق من بطش هذا النظام الحاكم اللي قبل 2003 اللي كان أصغر مفوض أمن أو عنصر أمن في الحزب يهددكم يهدد كبار المعلمين الأطباء وغيرها ليش ما غيرتوا النظام وحسنتوا الوضع في العراق وخليتوا هذه الأجهزة لحماية وخدمة الناس وليست لتهديد العالم أيضا أنتوا شد غيرتوا عن نظام صدام شنو اللي غيرتوا بنهجكم من قمع وديكتاتورية وقهر للعالم نعم نعم السيد محمد السيد محمد السيد محمد فضل أسمع السيد محمد السيد عزيز نعم قبل إذا تصرر القاضي أبو الأمن أو أي ضابط كبير الله صفية فعلا يأخذ إجراءه إجراء كامل ما أقول هذا مثل ما هسا نعم أنا وحدة الناس اعتقارك كنت موظف اعتدى عليه رفيق حي نعم نعم والله بسطت مثلنا بسطة لا أطفل ولا خلت بي قصرها جابوني عن فرقة الحزبية مو عنوة عني إنما ما دزعوا علي يروحي نعم وقفت بوجوه كثير من الركاغ سيد عبد الله نعتذر منك القصة جوزة تكون طويلة مختصرها مختصرها أنت تقول رغم وجود اسمح لي آن وياك يعني هل سأتجي شرطي ما قد تحكم يعني كل الناس ضدهم وضدوا وياي نعم هذا الجانب جانب آخر كان المحاضر في الطلقة المحاضر مسؤولة الحماية المحاضرة أين المحاضر شكرا جزيلا وصلت الفكرة سيد عبد الله أعتذر منك جدا للوقت شارف على الانتهاء أشكرك نكمل ما لدينا مشاهدين الكرام في هذه الحلقة ننتقل إلى موضوع المدارس والأبنية المدرسية انطلق العام الدراسي الجديد قبل نحو شهر ونصف في العراق والبلد يعاني من نقص كبير في أعداد المدارس ويقدر بنحو 9000 مدرسة طبعا أرقام وزارة التربية والتعليم العراقية تفيد أن عدد المباني المدرسي العاملة حاليا هي 16800 مدرسة علما أن عداد المدارس المصرح لها هو أكثر من 25000 مدرسة وتكتظ غالبية هذه المدارس الحكومية بالطلبة ما يدفع الكثير من العائلات المقتدرة إلى إلحاق أطفالها بالمدارس الأهلية هربا من مشكلات عدة مثل الدوام المزدوج وتدني المستوى التعليمي وعدم توفر البيئة التعليمية المناسبة بالإضافة إلى نقص الكوادر التعليمية والكتب وهي مشاكل أثارتها نقابة المعلمين في أكثر من اجتماع طبعا ينتقد ناشطون الحكومة بعد تسويفها موضوع ترميم المدارس والاكتفاء بأعمال ترميم صورية أو صورية كما حصل مع مدرسة الأبطال في محافظة القادسية دينو شاهد هذه مدرسة الأبطال اللي ابتدائية بالدرعية الأبنية قسم الأبنية المدرسية شملها بالبناء فسوها وفلشها والسقف صعدها وشكم ساف بس المشكلة وين بنوا على هاي الخربطة يعني بنوا على هاي الانشقاطات الموجودة بيها طبعا هذا بس شق واحد هاي بيها موجودة هالصراحة اللحن بالصورة هاي ما أترى ملا لازم تتفلش لأنه هو المدرسة من الف وتسعمائة وثمانية وخمسين إذا على هاي الطريقة يعني هيتش حرامات هاي فلوس بلاش هاي الشق الثاني من فوق لجو شون بنوا على يمع عرف هاي لحد هنا هاي الشق الثالث من المدرسة وهذا هم من المدرسة هاي الشق هم من المدرسة هم من مش هدينا نستمر مع هذا الموضوع انتقد مدوينون وناشطون في مواقع التواصل الاجتماعي ما وصفوها بحالة الإهمال وعدم تهيئة المستلزمات الضرورية في المدارس العراقية وسط تحذيرات من تأثيرات سلبية للحالة على الواقع التعليمي في البلد من إضافة إلى توجه الكثير من العوائل إلى التعليم الخاص كما ذكرنا قبل قليل بسبب النقصات في المدارس الحكومية طبعا هناك أيضا انتقادات للتستر الحكومي على فضائح الدولة من خلال إجراء عمليات ترميم سريعة وترقيعية لا تلتزم بضوابط معايير الأمان كما رصد أحد وجهاء ناحية العباسية بمحافظة النجف نشاهد المهندس الواقف هنا وبالشركة اللي يقضي يروح بسبب النقصات في المدارس الحكومية هذا الشيش يتفلش هذا الشيش يتفلش جيد هذا الشيش يتفلش يصير عاط يصير يضع فوقه 10 سنتيمات حتى 11 سنتيمات هذا الشيش يتفلش مهندس ومهندس عمي لا تكتش تتخذ انت موت أطفالنا تعرفون كيف يعملون هذه المدارسة هاي شب طفيل تعرفون هاي صاني 44 سنة ما تصاني هاي أول مرأس إنسان من تشتغل في هذا الشكل وانت نوجهك وتروح وابني كيف شد في دائرة رح يكون بإنك بين الله يا مسؤول إدارة محلية بالنجف لو أطفالكم يدامون هنا تعقونهم لو تحطونهم مدارس غير هالمدارس هاي المدارسة متهاركة إن عنيةكم يضحكون أيها ما يضحكون والله العظيم ما يضحكون وكل شيء يقدر نسعو بكم خلي سيد شبر مولاي أنت مدير هيئة العمار بإنك يا الله أنت الحكم هذا عمل صح هاي 10 سنتيم سلحة هاي 10 سنتيم وما مسلحة هاي شور راح تجالس ويصبت جواها علمي هاي الصبه هاي جديدة الشور تجالس ويصبه صحيح نعرض مشاهدين التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطر أبو أكرم يقول ترقيع بدون علم وعدم الخوف من وقوع كارثة أهم شيء المادة يضعها في الجيب من هنا وقيس شلون تحصل التنمية البشرية إذا الحجر متآكل والقاعدة فاشلة ميثم يقول هذه كارثة من يتحمل المسؤولية لو سقطت على التلاميذ أهل المنطقة كيف قبلوا بهذا الأمر هذا مشروع قتل للأطفال في المستقبل باقر يقول 350 مليون يبنى مدرسة جديدة وعبد الأمير يقول تكلفة الترميم أكثر من بناء مدرسة جديدة حسبنا الله ونعم الوكيل شادينا ننتقل إلى فقرة الإنفوغرافيك أنا إنفوغرافيك ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالسخرية من جيش الاحتلال الصهيوني بسبب المثلث الأحمر المقلوب الذي تستخدمه المقاومة الفلسطينية في إصداراتها المرئية الخاصة بعملياتها ضد الاحتلال خلال الحرب على غزة دعونا نشاهد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر مشاهدينا نصل الآن إلى فقرة الهاشتاغ مرتبط الوسم بما يحدث في فلسطين المحتلة واسمه اليوم هو غزة مقبرة الدبابات جئناكم ببعض التعليقات على منصة TX بشأن هذا الوسم عمار يقول اشتباكاته اليوم هي الأعنف منذ بدء الغزو البري لغزة وخسائر جيش الاحتلال هي الأكثر هذا اليوم الأبطال الآن يسطرون ملاحم وبطولات على ثرى غزة كثفوا الدعاء لإخوانكم حياة تقول مع مرور الأيام يثبت لنا أبطال المقاومة الفلسطينية أن غزة فعلا هي مقبرة الدبابات والجنود الصهاينة لله دركم أيها الأبطال حامد يقول مر ثمانية وثلاثون يوما من القصف المتواصل ولتزال صواريخ القسام تصل إلى تل أبيب خسائر الاحتلال في غزة لا تحتاج إلى توضيح نرى ونشاهد الزلزل والبأس والنصر والتمكين لجند الله في أرض الرباط صدق الله العظيم ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوين عزيز صدق الله طيب مستقول لا تعتادوا أخبار الرشقات أو الرشقات وقذائف الياسين كبروا في كل مرة تسمعون فيها خبرا كهذا لأن هذا دليل على حضور المقاومة والمزيد من خسائر العدو للجنود والآليات المستخدمة في الحرب على الأبرياء لهذا مشاهدين الكرام أصلوا إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم شكرا لكم لطيب المتابعة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر